الوفود المصرية والإثيوبية والسودانية تعود مجدداً بوزرائها الري والخارجية الأسبوع المقبل إلى واشنطن يومي 12 و13 فبراير لحسم عدد من النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها في مفاوضات واشنطن الأخيرة الأيام الأربعة التي استمرت فيها المفاوضات التي كانت من يوم 28 ل31 يناير وصفتها وزارة الخارجية المصرية بأنها كانت مضنية وشاقة بينما بعض المصادر الإثيوبية تحدثت عن ضغوط أمريكية على إثيوبيا دفعت المفاوض الأثيوبي لأن يعود لبلاده لاستشارة قياداته واستكمال الحوار مع رؤسائه في أديس أبابا جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن انتهت إلى مجموعة من النقاط خرجت في بيان الخارجية المصرية وبيان الخزانة الأمريكية نقاط الاتفاق هي نقاط أساسية قالتها مصر وقالها بيان الخزانة الأمريكية أيضا بيتكلم عن جدول يتضمن خطة مل سد النهضة على مراحل الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء المل الآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد أيضا دي ثلاث حاجات تم الاتفاق عليها أثناء الملء وأثناء التشغيل دي ثلاث نقاط تم الاتفاق عليها طب فضل إيه؟ فيه لسه مجموعة من النقاط في آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهايدرولوجية العادية في آلية التنصيق لمرأبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق في آلية فضل منازعات ودي مهمة جدا لما لو لقدر الله تخنقنا احنا دلوقتي الحد دلوقتي مش عارفين نوصل للاتفاق فماذا لو كان هناك خلاف فماذا سيحدث؟ ملف أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية كل ده لم يتم الاتفاق عليه الرئيس ترامب أجرى اتصال مع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي والحقيقة لم يخرج من السوى يعني بيان مقتضب يتحدث عن تفاؤل الرئيس الأمريكي بالتوصل للاتفاق النهائي يرضي جميع الأطراف النهاردة رئيس الوزراء الإثيوبي كان في زيارة لموقع سد النهضة وقال أنه إثيوبيا ستبدأ في ملء السد نهاية هذا العام اتكلم على توليد الكهرباء العام المقبل وليس هذا العام وده أول تغيير في الموقف الإثيوبي إثيوبيا كانت دايما بتقول أنه حنبتدي في يوليو وحيتم توليد الكهرباء هذا العام ولكن من الواضح أنه توليد الكهرباء تم تأجيله للعام المقبل وأنه ملء السد سيكون في غضون من 4 إلى 7 البحيرة اللي وراء السدية أو الخزان سيكون في غضون من 4 إلى 7 سنوات وأكد أن أبي أحمد خلال زيارته عن التزام بلادي بالاستخدام العادل للمياه دون أي نواية سيئة لدول المصب الاستخدام العادل دي كلمة واسعة جدا أو جملة تعبير واسع اختلف عليه المصريين أو المصريون والإثيوبيون مصر بتتكلم على الاستخدام العادل إثيوبيا بتتكلم على الاستخدام العادل ولسه مش قادرين نوصل لاتفاق حول الاستخدام العادل